نحن في شهر رجب وشهر رجب من أشهر الله الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآيات الأشهر الحرم أربعة منها أربعة حرم واحد فرد وثلاثة سرد أما الفرد فهو رجب ويسمى عند العرب رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ونسب إلى هذه القبيلة لأنها كانت توقف القتال في شهر رجب والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم هذه في الإسلام لها مكانة لها مكانة عظيمة حرمتها قديمة حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم والأمكنة الحرم هذه مكانتها قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني يجب على المر أن يتحرز عن الذنوب والمعاصي في كل الشهور وفي هذه الأشهر أشد وأعظم وإذا حصل من الإنسان قصور فليبادر بالتوبة والاستغفار شهر رجب عند أهل السنة والسلف الصالح رحمهم الله ليس له مزية وجود أعمال خاصة فيه كما يظن بعض الناس ولهذا كل الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب انتقدها الحفاغ ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله في رسالته القيمة تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب وأفاد رحمه الله أنه لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف يصلح للحجة فلا يبتدع فيها الإنسان بدعة أو يرتكب أمورا محدثة يخالف ما عليه السلف الصالح رحمهم الله وإنما يجتهد في العبادات يتحرز من المعاصي لمكانة هذه الأشهر وخصوصيتها عن غيرها هذا مختصر المنهج الصحيح فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم في شهر رجب إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ترجمة نانسي قنقر